اشتركوا في القناة ومن المعلوم أن بن علوان ينحدر من وصول تونسية لكنه فرنسي الجنسية حيث ولد في 28 مارس 1987 في باغنولوس سورسيز بفرنسا لعائلة تونسية يهودية الديانة واثار بن علوان في سنوات سابق الجدل في تونس بعدما رفض الانضمام للمنتخب التونسي اذ كان يأمل ان توجه له الدعوة للانضمام للمنتخب الفرنسي الاول علما انه سبق له اللعب مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما ورغم ان بن علوان وافق في بداية الامر على الالتحاق بمنتخب تونس حينما وجهت له الدعوة من المدرب الاسبق لدسور قرطاج الفرنسي بريتران مارشان وشرع الاتحاد التونسي لكلة القدم في جراءات تجهيز الاوراق الرسمية له الا انه تلك بعد ذلك في الانضمام وظل ينتظر دعوة المنتخب الفرنسي ويبدو ان اللاعب شعر باليأس من التجهل الفرنسي ليوافق بعد ذلك على ارتداء القميص التونسي وشارك في خمس مباريات دولية مع نسور قرطاج كان اخرها امام بلجيكا في المباراة التي انتهت بخسارة تونس بخمسة اهداف مقابل هدفين وبدأ بن علوان مسيرته الكروية في فرق ناشئين بنادي سانتتيان الفرنسي ثم انضم للفرق الاول لينتقل في عام 2010 لنادي تشيزين الايطالي وبعد موسميه معه رحل الى نادي بارما لموسمين وفي عام 2014 انضم لنادي اتلانتا وبعد موسم واحد التحق بنادي الاستر سيتي الذي اعاره مؤخرا لنادي فيورنتينا الايطالية واثرت دعوة بن علوان لصفوف المنتخب التونسي جدلا واسعا في تونس بحكم ديانته اليهودية لكن في المقابل اعتبر كثير من المتابعين التونسيين ان اي لعب تونسي يستحق الالتحاق بصفوف المنتخب طالما انه تونسي ومستوه الفني يؤهله لذلك بغض النظر عن ديانته ومن المعروف ان غالبية الشعب التونسي من المسلمين الذين يشكلون نحو تسعة وتسعين في المئة بينما يتواجد في تونس عدد قليل جدا من اتباع الديانات الاخرى ومن بينها الديانة اليهودية حيث يتركزون في جزيرة جيربا وبغض النظر عن ديانة بن علوان البالغ من العمر واحد وثلاثين عاما فان التونسيون اتفقوا ان مستوه الفني في مباراة بلجيكا كان كارثيا وانه لا يستحق التواجد في صفوف نسور قرطاج بسبب الهفوات التي ارتكبها خلال الشوط الثاني وتمنوا ان لا يشاهدوه مجددا في صفوف منتخب بلادهم يذكر ان منتخب تونس مني بخسارة قاسية امام نظره البلجيكي بخمسة اهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من كاس العالم ليودع المونديان رسميا بعد ان خسر في الجولة الاولى امام المنتخب الانجليزي بهدفين مقابل هدف واحد ويواجه منتخب تونس في الجولة الاخيرة منتخب بناما في مباراة شرفية سيحاول فيها نصور قرطاج تحقيق فوز معنوي بعد خسارته في اول مبارتين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة